اسم المجال هو العنوان الذي يستخدم للوصول إلى موقع الويب على الإنترنت عند دخولنا إلى عالم الإنترنت نجد العديد من المواقع والتي تسمى ويب سايت وإذا أردنا الدخول إلى أحدها، محرك البحث جوجل مثلاً فإننا نكتب في المكان المخصص لكتابة العناوين والمسمى URL www.google.com ثم نضغط على إنتر عندها تبدأ عملية مكونة من عدة خطوات ولكنها تتم بسرعة عالية بحيث لا نشعر بها فيذهب الطلب إلى الـ ISP وهو Internet Server Provider مزود خدمة الإنترنت الخاص ببلدنا أي شركات الاتصالات المعروفة كموبايلي وستيسي وزين وهو الذي يرسل الطلب إلى الـ DNS وهو نظام أسماء المجال أو النطاق والذي بدوره يعرف أن الطلب قادم من السعودية بناء على الـ ISP الذي أرسل الطلب فيقوم الـ DNS بإرسال العنوان الرقمي والمسمى IP الخاص بـ Google المخصص للسعودية للـ ISP ثم إلى أجهزتنا بعدها يقوم متصفح أجهزتنا بإرسال الـ IP مباشرة إلى الخادم أي السيرفر الخاص بمحرك البحث Google فيقوم الخادم بإرسال صفحة الـ WIP المطلوبة إلى أجهزتنا ونبدأ بالبحث فيها وتصفح النتائج ولتبسيط عمل اسم المجال الـ DNS يمكن تشبيهه بسجل الأسماء الموجود على هواتفنا المحمولة فإننا نحفظ الأرقام بأسماء معينة وعندما نريد الاتصال بشخص معين فإننا نطلب الاسم وسجل الأسماء هو الذي يعرض لنا الرقم الخاص بالاسم لأنه من الصعب علينا نحن البشر حفظ الأرقام